رحمة الرحيم بشير العرفاوي عند حزب العريضة الشعبية دائرة القيروان أيها التونسيون أياتها التونسيات أنتم ورثة هذه الأرض ومن أجلكم يجب أن يكون هذا الوطن أفضل إن أبناء وبنات حزب العريضة الشعبية بعد تصحيح مساره ومراجعته الفكرية بقيادة الأمين العام الدكتور محمد الذيبي ورئيسه العالم محمد الأوسط العياري نعاهدكم أن ندافع على سيادة البلاد ووحدة تورابها وأن نعمل على المحافظة على ثرويتها وتوزيعها العادل على جميع أبناء الوطن الواحد وأن يحفظوا أمنها وأمن الأفراد والمؤسسات نعاهدكم بالعمل على غد أفضل من أجل أبنائنا وصغارنا وشبابنا الحالم غدا يليق بكل التونسيين أيها التونسيون أياتها التونسيات يا أحرار القيروان يا من يشهد التاريخ على تعصلهم لقد قدمت القوافلة من الضحايا من أجل الخلاص من الدكتاتورية وممارساتها وهاكم اليوم تقدمون الشهداء من بواسل الجيش والأمن والحرس الوطنيين دفاعا عن حرمة البلاد وسد الإرهاب لم تقدموها من أجل أن يتربع الانتهازيون وأصحاب البطون المنتفخة وتجار الدين في مواقع المسئولية آن الأوان ونحن أمام فرصة تاريخية النسقة الانتهازيين والمستكرشين في هذه الانتخابات علينا أن نعي أن لصوتنا ثمن هو مستقبلنا ومستقبل أطفالكم والأجيال القادمة نعيدكم يا أهالين في القيروان أن نكون في مقدمة الأصوات المدافعة عن حقوق الشهداء والجرحى وعائلاتهم أن نكون سوق المعوقين والعاطلين عن العمل والمهمشين في الأحياء الشعبية وصغار الفلاحين والعمال وموظفي الدولة البسطاء أعيدكم أن أكون صوتكم الحقيقي للدفاع عن حقوقكم في العيش الكريم والمسكن اللائق ومكافحة الفقر والتهميش من أجل ضمان حق العلاج للجميع والمحافظة على ديمومة التأمين من أجل صندوق للتشغيل ومكافحة البتالة من أجل صندوق لتنمية الجهات المحرومة والأحياء المهمشة يمول من أرباح الشركات المسادرة من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم وتحسين جودته من أجل وطن الجميع مساوة بين كل الجهات أدعوكم لدعم ترشحي من خلال تصويتكم للعريضة الشعبية بكل الجهات وشعارها السمش إخواني أخواتي أبناء القيروان أنا منكم مدافعا عن أصوتكم فلنسرم عن يوم الانتخابات لدعم العريضة الشعبية شعارها الشمس كي لا يذيع حقنا بصوتكم وتصويتكم للعريضة الشعبية تتغير الحياة نحو الأفضل صوتكم أمانة وإياكم والمال السياسي الفاسد كونوا ضد الفساد والفاسدين كونوا أحرارا لا عبيد لهؤلاء الفاسدين ولتحية تونس والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر